موسيقى 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 في هذا الميدان في المغرب مجان هو المغرب ما بين الدول التي يعطوها العلاج مجان وجميع الناس المتعيشين في غزية السيدة غير تكون الكشف ديالهم تتلقوا العلاج فيما يسمى بذلك استراتيجية ديال الكشف والعلاج تستي اي تغيطي اللي يكون الكشف دياله تيتم العلاج ولكن المشكل هو الكشف لأن الكشف تنعرفو بأن على السعيد العالمي تقريباً 20% ديال الناس المتعيشين في غزية السيدة معارفين شراسهم وحتى في المغرب نفس الشي واخر المغرب را عنده واحد مؤشيرات مهمة بالنسبة للمنطقة ديال المغرب العربي والشرق والأوسط لأنه في المنطقة يلا خمسين في المئة المغرب وصندلت واحد وثمانين في المئة ولكن كان واحد الجهود كبيرة التي تتقوم بها وزارة الصحة والمجتمع المداني المنظمة غير الحكومية وجميع الشركاء ايضاً موديليات السجون باش توفر هاد الكشف ونزيده من هاد المؤشير على الساعد ديال المغرب خطورات السيداء والسيداء ما زال موجود في اليوم العالمي المحاربة السيداء كانت لون السيداء دار واحد التقرير اللي تبين بأنه كان واحد كان بزاف ديال الوباءات اللي في نفس الوقت كان وباء كوفيد ولكن ما خصوش نساو بأنه كان وباء كان مرض السل كان السيداء كان لباتيت كان أمراض أخرى اللي هي موجودة ومدروري باش يكون واحد تفاق من الجهود باش وإدماج الجهود باش نحاربوا كوفيد ولكن نحاربوا أيضا ويكون واحد نحاربوا أيضا الأمراض الأخرى المؤدية اللي هي ما زالت موجودة وبقى تتعطي وفايات على الساعد العالمي فكانت تقرير ديال لون السيداء اللي تبين بأن العدد ديال الوفايات انخفضت ولكن ما شئ بواحد صفة داك الأهداف اللي كانت تسترات في 2020 بالنسبة للالتزام الدولي ما 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 تحقاتش وايضا الإصابات الجديدة بالفيوغزيل السيداء اللي بقى كان أكتر كانت ألف مليون وخمسمائة ألف على الساعد العالمي وكانت تستر بأن الإصابات الجديدة تتابط لخمسمائة ألف دونك كانوا أباقي كانوا أحد المجهود كبير ما يدار باش نوصلوا لهذا الأهداف وكان هالا التراتيجية جديدة ديالالونيسيداء اللي حدتوا أحد الأهداف اللي هي خمسة وتسعين خمسة وتسعين خمسة وتسعين خمسة وتسعين خمسة وتسعين باش نوصلوا باش خمسة وتسعين في الميادين الناس المتعايشين للفيوغزيل السيداء عافوا راسهم حاملين الفيروس ويتلقوا العلاج وما تتهدروا على إنهاء الفيروس للسيدة كمشكل الصحة العالمية. فهذا ممكن إلا وصلنا لهذا الأهداف. لأنه واحد الأهداف في هالأهداف 95 لأننا خصناه نوصله لواحد التغطية بالكشف والعلاج لنوصله 95% للناس متعايشين في فيروس للسيدة. أولاً يكون الكشف ديالهم. تانياً العلاج ديالهم. تانياً يبقوا في العلاج. ماشي يبدو العلاج وميبقواش فيه. إلا وصلنا لهذا شيء غاد يمكنون خفاض ديال ديال النسبة للإصابة. وايضاً مصروا 95% ديال الفئات الأكثر عرضة يتوصلوا بالويقاية. باش يمكن ممكن باش ننخفضوا الإصابات. وايضاً النساء الحاملات باش ما يكون ش اه باش انتقال الطفل ديالهم. ايضاً هو واحد الهدف اللي هو لليميناسيون. بينما تبقاش هاد الانتقال ما بين الام للطفل. حتى المغرب روى عنده واحد الانجازات مهمة في هاد السادات. وممكن في السنوات المقبلة باش توا يوصل هاد الهدف ديال ديال الحد من تنقل ديال فيروس ديال السيدة من الام للطفل. هو تبين الشاركة اللي كينا في المغرب في اطار محاربة السيدة. وكان واحد الاتزام سياسي اه 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 ا الحقوق الانسان والسيدة اللي ما كانش في الدول الاخرى ولكن المغرب كان واحد من خيارات مهم وهالش كله غادي يمكن باش نحرب واحد الظاهرة اخرى هي الوص متميز الوص متميز اللي هو كيف ما تتعرفوا را هو متفاقم على الصعيد في جميع الدول اه وايضا في المغرب بالنسبة للناس المتعايشين بغيثية السيدة وبالنسبة للفئات الاكتر عرضة وهذا واحد العملي وضروري اللي غادي يمكن بفضل هاد تفاقم الجهود باش نوصل هاد الاهداف في المغرب قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي